محور برنامج الحكومة هو المواطن المصري المواطن الفقير ومحدود الدخل يجب أن نعمل على تطوير الخدمات وتحديدا التعليم الصحة النقل الإسكان كل هذا يهم المواطن يجب أن يكون هناك على التوازي أيضا برامج تهتم بالعدالة الاجتماعية وتهتم بدعم المواطن الفقير ومحدود الدخل بحيث أن يكون هناك تعويض أو توازن في الإصلاح الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية نحن نسعى لتطوير الأداء وتطوير العمل في المرحلة المقبلة لدينا برنامج طموح للحكومة الإلكترونية أطمئن كل المصريين وأطمئن كل محبي مصر بالتأكيد في الدول العربية الشقيقة وفي دول الخليج أن مصر آمنة الحمد لله وأننا نتعامل مع الإرهاب وما يحدث بشكل عملي جدا وإن شاء الله تنتهي هذه الظاهرة في أقربات نحن نعمل على إصلاح المنظومة تجازب الاستثمار في المرحلة الحالية مع مجموعة من الزملاء بحيث فعلا تتحقق فكرة الشباك الواحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر